بسم الله الرحمن الرحيم معكم معلمة صفا القدومي من مدارس اكاديمية البشارة النموذجية اليوم درسنا لطلاب الصف العاشر بمادة الكيميا اليوم الاحد خمسة اربعة الفين وعشرين راح نبلش بالوحدة السادسة اللي هي وحدة الكيميا العضوية عشان نبدأ بكيميا العضوية ونعرف عن هاي الوحدة اكتر ننبلش بالمصطلح الرئيسي لهاي المادة ايش يعني مركبات عضوية شو المقصود بكلمة عضوي ومركبات تشمل عهاي الاشياء العضوية لما اقول كلمة مركبات عضوية فانا عم بحكي عن المركبات اللي بتشتمل على او يوجد بداخلها عنصر الكربون سواء هاي المركبات نشأت من اجسام الكئنات الحية او حضرت صناعيا داخل المختبر لما اقول كلمة نشأت من اجسام الكئنات الحية فانا عم بحكي على سبيل المثال فرضا الكئنات الحية بعد موتها تحت التراب تدفن تحلل لما نقول كلمة تحلل عن طريق البكتيريا الرمية طبعا وخلافه من هذه التفاصيل تحلل الى مركباتها العضوية اهم مركب فيها هو الكربون ايش طبيعة الكربون لما اقول عنصر الكربون اول شي نستذكر مع بعض الجدول الدوري ان الكربون يقع في المجموعة الرابعة في الجدول الدوري الكربون عدد الذري هو ستة عشان قدر عمله توزيع اليكتروني نستذكر ان وانت طريقة التوزيع اليكتروني المدار الاول يتسع اليهلكترونين المدار الثاني الى ثمانية الثالث الى ثمانية والى اخرة بالنسبة لعنصر الكربون رح اللحظ انه اتنين اربعة أي عنصر الكربون داخل الذرة المدار أول فيه إلكترونين ومدار الثاني فيه أربع إلكترونات فهو عنصر يميل للمشاركة حكينا عناصر المجموعة الرابعة هي عناصر تحتوي على شحنة موجب سالب هي شحنة متعادلة هي ما عندها زيادة تعطي ولا عندها ناقص إنه حد يقدر يعطيها هي بالعادة بتتساهم تتشارك فأخلب مركباتها هي مركبات أو علاقاتها مع العناصر الأخرى علاقات تساهمية علاقات روابطها تساهمية أي اشتراكية نكمل كلامنا لما بحكي أنا عن عنصر الكربون طلع معي على الأشكال الموجودة عندنا هون قد تكون الرابطة أحادية أحادية إنه بكل ذرة كل عفوا إلكترون موجود حوالين الكربون يرتبط مع عنصر آخر فتشكل عنا هون إيش أربع روابط أحادية طلع هون مثلا الثنائية إنه الكربون كل إلكترون منه بشكل توازي كل إلكترونين مع بعض يرتبطوا مع ذرة مع ذرة عنصر هنا كان أربع ذرات هون ذرة ذرة ذرتين ثلاثة أربعة هون لا ذرة مع ذرة ذرتين أو عنصرين بالمقابل الثلاثية ثلاث عناصر هذا يفسر طبعا بالآخر تعدد أنواع مركبات الكربون طيب هذا راح نبلش أصلا بدرسنا لهو أصلا بيحكي عن المركبات الهايدرو كربونية من اسمه هايدرو كربونية فأنا عم بحكي عن مركبات تحتوي على عنصر الهايدروجين وعنصر الكربون إذن هو أنا بحكي مركبات هايدرو كربونية من العنوان قدرت أحلل أنا إيش بدي يكون درسي اليوم هايدرو لهو هايدروجين كربونية اللي هي الكربون إذن عفوا المركبات الهايدرو كربونية هي مركبات عضوية مدام فيها كربون إذن هي عضوية تتكون بشكل أساسي من ذرات الكربون والهايدروجين فقط إذن مركباتنا هون تتكون فقط من عنصرين ذرتين من العناصر هم الكربون والهايدروجين فقط لا يجتمع معهم أي عنصر آخر هاي المركبات أطلقنا عليها اسم المركبات الهايدرو كربونية وهون كما مرة نستعرض التوزيع الإلكتروني للكربون والتوزيع الإلكتروني لذرة الهايدروجين هذون العنصرين زي ما حكيت سابقا أنا أنهم بتميزوا بقدرتهم على تكوين روابط تساهمية أو اشتراكية مع غيرهم من العناصر نكمل مع بعض هلأ المركبات الهايدرو كربونية تصنف تبعا لنوع الرابطة قد تكون الرابطة مشبعة قد تكون غير مشبعة وقد تكون أروماتية اللي هي العطرية هلأ نحكي عنهم إذن تصنف المركبات الهايدرو كربونية تبعا لنوع الرابطة ونركز على كلمة نوع الرابطة الموجودة بين ذراتها على هذا الأساس وقسمت إلى ثلاث أقسام هيدرو كربونات مشبعة الهايدرو كربونات المشبعة الرابطة فيها أحادية إذن هيدرو كربونات مشبعة روابطها أحادية بين ذرة الكربون مع الهايدروجين من العائلة اللي بتشملها اللي هنحكي عنها بالتفصيل الحصة الجاي اللي هي عائلة الألكانات عائلة الألكانات إذن هيدرو كربونات مشبعة ذرة الكربون وهيدروجين الرابطة بينهم بتكون أحادية مدام هو أحادية المثال عليها أو بتشمل على اللي هي الألكانات ثاني نوع الهايدرو كربونات غير المشبعة غير المشبعة بتكون الرابطة إما ثنائية أو ثلاثية الثنائية اللي هي الألكينات والثلاثية اللي هي الألكاينات طبعا هذا هو كلهم العائلات نحكي عنهم بالتفصيل الثلاث كل واحد فيهم إن شاء الله بيحصهم نكمل المركبات الأروماتية أو العطرية وهي مركبات تشتق من المركب العضو المعروف باسم البنزين طبعا هذا المركب أو هذا القسم من المركبات لن نتحدث عنه السنهاي غير بهذا القدر سوف يتم الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله في السنوات المقبلة حبيت أن أعملكم ملخص صغير عشان تقدر تفهمن معي الموضوع أكثر بالثبته لما أقول كلمة أنا مركبات هيدرو كربونية قسمتها حكينا تبعا لنوع الرابطة إلى هيدرو كربونات مشبعة هيدرو كربونات غير مشبعة مركبات أروماتية لما حكيت أنا هيدرو كربونات مشبعة أنا حكيت عن الكانات يعني كان في بينها رابطة أحادية هاي مثال عليها يعني هون بدي يكون عندنا هيدرو جين وهون هيدرو جين وهون هيدرو جين هون ذرة هيدرو جين فتشكلت عندي هون رابطة أحادية الهيدرو كربونات غير المشبعة اللي هي بتكون الرابطة فيها الثنائية وثلاثية الثنائية والثلاثية هي الالكينات والالكاينات وبالنسبة للمركبات العطرية اللي هي الأروماتية تشتق حكينا من مركب البنزين عفوا السؤال كيف يجينا على هاي المادة أو كيف يجينا على هاد المركبات الهيدرو كربونية نطلع مع بعض هون نجيت قلتلك صنف المركبات الهيدرو كربونية آتية إلى مشبعة وغير مشبعة نطلع معي على المركب الأول كربون حوالي أربع ذرات من الهيدرو جين كلياتها أحادية معناته هcado المركب مشبع ولا غير مشبع مشبع ولا غير مشبع إذن هو مركب مشبع إذن هي من المركبات الهيدرو كربونية المشبعة نجيت طلعها هده بيقول لي هي كليات وأحاديات في الشغير هون وحدة رابطة ثنائية مدام عندي رابطة وحدة حتى لو كانت رابطة واحدة ثنائية داخل مركب إذن هي مركب غير مشبعة إذن هنا مشبعة لأنها كانت كلها أحادية هنا حتى لو بس وحدة ثنائية إذن هي غير مشبعة نيجي للنوع أو القسم أو المركب الثالث نراحل ذرات كربون حواليها ذرات هيدروجين كلها أحادية إذن هي مركبات هيدروكربونية مشبعة إذن هي مركبات هيدروكربونية مشبعة إن شاء الله تكون وضحة الصورة تمام شباب الواجب اليوم رح يكون لماذا تعتبر الألكانات هيدروكربونات مشبعة ما رابطتها طبعاً لواب السؤال حيكون ما حتو عارفين نفس المادة الملخصة ليش اعتبرنا الألكانات هيدروكربونات مشبعة وصنف المركبين الموجدين أمامك إلى مشبعة وغير مشبعة ويعطيكم ألف عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته